نظرية الجذور والعرق والتاريخ طيب الجذور حضارة تحمل آلاف السنين في العراء وفي لبنان وفي بلاد الشاء كلها ثقافة تكاد تكون واحدة لغة واحدة غالبية شعوب او غالبية البشر اللي موجودين على الارض من الخليج العربي وحتى شمال البحر الابيض المتوسط اللي هما بقولوا عليه شرق البحر الابيض المتوسط شمال شرق البحر الابيض المتوسط عارض مسلمين الغالبية بتاعته يبقى هنا بقى بيعكس لي فشل زريع لكل نظريات الاعلام التي استخدمت في لبنان وفي العراق علشان تحافظ على تقسيم الشعب العراق واللبنان والسوري السوري يشغلين بقى عشان حربه ودمه وبتاع ودي لها قصة تانية نبقى نتكلم فيه شو بقى ليه؟ لأن القنوات اللي اشتعملت في العراق والتعاملت في لبنان والتعاملت في لبنان الاول هي والازعات والصحف وايضا في العراق وايضا في العراق كانت بتشتغل على باعلام اللي هو علم احد العلوم الانسانية المترجم المترجم قال لي بال فكان مزيج ما بين مدرسة فوقية ومدرسة تحتية فلم يستطع التأثير على الجزء ما قديرش رغم انه قعد اربعين سنة ولا خمسين سنة في لبنان واقعد في العراق عشان خمشار سنة ولا بتاع ولا لولا او عدي تجربة قدام منه بتعكس فاشل الاعلام المستخدم في الدول العربية كلها كلها المعمل عندي فاشل اللي هو لبنان ما هيدي كانت معمل المداء الاعلام كل خمساشر واحد يعملولهم ازاعة وكل خمسين واحد يعملولهم قناة وكل اربعين واحد يعملولهم جورنام علشان يقطعوا بعضهم ونحافظ على تفريق الشعب اللبناني ويبقى الشعب اللبناني مفرق وليس مجمع مفرق وليس متحد ها ولا حق باص باص ما يحدث في لبنان اليوم بيعكس الجزور الثقافية التي تضرب في عمر التاريخ بوحدة الجنس العربي اللبناني على الأرض العربية الشامية اللبناني شكرا شكرين علامة وكانوا عاملينه في لبنان عشان يقطعوا بعض ولما نجح في وجهة نظرهم في لبنان ما هو كان نجح في لبنان لغاية سنة 2003 عملوا في العراق والشغل في العراق من سنة 2004 ادي ست سنين لغاية 2010 وادي كمان يا أخي عشر سنين ستتشر سنة قولوا اربعتشر سنة في العراق فاش ليه لأن الثقافة والجزور والتاريخ العرقي لأصل واحد على أرض واحدة بيمتد في التاريخ أقل شيء أقل شيء إذا حسبناه من الإسلام تاريخ الإسلامي 1400 سنة إذا حسبناه من التاريخ الروماني ما قبله تاريخ المسيحي 2020 سنة حسبناه من اليهود 3000 سنة بزور ناس أعداء أعداء بحضراتها بثقافتها بعشيتها بنظامها البدوي بنظامها القبائلي بنظامها العشائري بنظامها العائلي بعدتها وتقاليدها بأنواع الأكل اللي بيأكلوها المطبخ بتاح أنا أقول لك على حاجة هل المطبخ في العراق اتأثر بالإعلام في العراق خالص هل المطبخ في لبنان اسمع اللي بقولك عليه دي وما حدش يتحك على كلامي لأن ده هي دي المدرسة بتاعتنا يعني هل المطبخ في لبنان يعني الطبخين الجماعة الطبخين بتوع لبنان والأكل اللبناني والسلطات اللبنانية والحاجات اللبنانية دي اتأثرت من الإعلام غيروها بديلوها ما عادوش بيأكلوها لا زي ما هم كله لا شيء عباء ولا سن ولا درز ولا مسيح ولا أي مسلم ولا يععم هم بيأكلوا نفس الأكل ترجمة نانسي قنقر